عملك بالميادين لانا وبصراحة أطريك بمكان معين ضمن الإعلام الجاد بتحبي تكوني مثلاً بمحطات اليوم محطات لبنانية كلا يتنام نعرفها لا لا ما بحب كومة ولا بمحطة لبنانية لا 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 أبداً ولا أسعى إلى هذا الموضوع ولا هو خارج ضمن خارج إطار تموحاته كمقدمة برامج بتحبي تعملي بروغرام يكون بالفعل انترتيمنت كامل أو بتضلي على نوعية البرامج الاشترايا بعمل انترتيمنت عزوئي أنا بفهم الانترتيمنت مش مثل اللي سائد حالياً أنا كل شي بعمل انترتيمنت يعني يعني أنا السياسة بعمل انترتيمنت أنا بحب السياسة تكون انترتيمنت ما بحبك تمل ما بحب المشاهدي يمل لما أنت تمل وتقول ما بقل الجلادي أحضر أنا فشلت عرفت حتى لو أنت وجيه مثلاً ما بتحب السياسة مثلاً مش إنه هيدا أنا بمبسط لما يجوا ناس يقلولي كنت بالمشهديات بس نحب نحضر انت كيف تقدميها أو شو بتقولي أو كيف تعطينا المعلومة ومثل ما قلتلك أنا ما حتعجب كل العالم بس أنا هيك بعجب حالي أنا هيك بمبسط بستمتع بحس هيك إنه مصلتني على هوا أنا هيك بحب فأكيد في ناس بتحب يعني مش كل الناس رح تحب في ناس أبداً مطاقوا أسلوبة إنه إنه شو هيدا كتير بتشبر وبتكسدر على الفيديو وال وبتصير تخبر يعني في ناس ما بتحب في ناس بتحب الرصانة بتحب الأسلوب المدرسة الأديمة أنا مش هيك بشتغل أنا بشتغل مثل ما شخصيتي أنا هيك شخصيتي بالحياة يعني ما بعتقد إنه شخصيتي لما الناس تعرفوا عليا بيشوفوها مختلفة عن التلفزيون يعني أنا هيك ما بغير يعني اليوم ما ببزل مجهود غير